حمزة بن عبد المطلب هو شخصية بارزة في التاريخ الإسلامي وأحد الصحابة المقربين من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولد حمزة فيه مكة المكرمة في العام خمسمائة وسبعون ميلادياً وكان عمال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر حمزة من الرجال الأشجع والأقوى في قبيلة قريش وكان يتمتع بشجاعة وبأس غير عادي وقد اشترك في العديد من المعارك الهمة خلال حياته وأثبت نفسه كمحارب شجاع وفارس ماهر في الفترة الأولى من الدعوة الإسلامية كان حمزة يميل إلى الجاهلية ولم يكن مسلماً ولكن في السنة السادسة عشرة من البعثة النبوية تحول حمزة إلى الإسلام بعد أن سمع عن تعرض أخته سمية للإهانة من قبل قريش ومنذ ذلك الحين أصبح حمزة من أكثر الدعمين والمؤمنين الصادقين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر حمزة من أوائل الرجال الذين أعلنوا إسلامهم بوجه علني وهذا كان له أثر كبير في تعزيز المكانة والسمعة الإسلامية في مكة المكرمة وقد تحول حمزة إلى قائد عسكري بارز في الإسلام وشارك في العديد من المعارك الهمة مثل غزوة بدر وغزوة أحد وغيرها كانت شجاعة حمزة وقوته البدنية تعتبر أسطورية في المعارك وكان يشكل رمزاً للعزم والإيمان في وجه الأعداء وفي معركة أحد قام حمزة بأداء أفعال بطولية وتصد بشجاعة للعدو وحمى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الهجوم ومن الأحداث المشهورة التي تعلقت بحمزة هي معركة أحد التي وقعت في السنة الثالثة عشرة للبعثة النبوية في هذه المعركة تعرض حمزة للهجوم من قبل عدد كبير من العدو ولقد قاتل بشجاعة حتى استشهد في سبيل الله ويعتبر حمزة من أوائل الشهداء في التاريخ الإسلامي بعد استشهاده ترك حمزة إرثاً عظيماً في قلوب المسلمين وأصبح يعتبر رمزاً للشجاعة والإيمان القوي ويتم تكريم حمزة بن عبد المطلب بلقب أسد الله نظراً لشجاعته وبطولاته في سبيل الله ودفاعه عن الإسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر